مثل الجماعة مش في سن بدري قوي كنت في سنة ثانية يعني جامعة في سنة 2002 تحديد جامعة القاهرة جامعة بنسويف جامعة بنسويف كلية الحقوق كلية حقوق يعني لم تلحق بمرحلة الأشبال في الإخوان لا بس أنا توليت بعد كده بقى أنا عارف مهمة تلبيت الأشبال انضممت في بداية الألفين في بداية تحديداً 2002 2002 زهبت إليه ما أمأته إليه لا ودائماً محدش بيروح لجامعة الإخوان يعني هو كان طبيعة الجماعة أو طبيعة نشاطها قبل 2011 إنها كانت بتعمل من خلال المسارات الطبيعية اللي في المجتمع يعني بتعمل من خلال مركز الشباب من خلال المدارس من خلال الجماعيات ما كانش بقى فيه تصريح إن إحنا جامعة الإخوان الموضوع كان بيتم بشكل سلس من خلال التغالغل داخل هذه المؤسسات وبشكل شخصي بتعتمد على العلاقة الشخصية أنا عن نفسي عرفت إن أنا دول جماعة الإخوان وإن أنا وسط جماعة الإخوان بعد تقريباً سنة من بداية النشاط اللي تم معي علشان يعني أدخل الجماعة إيه طبيعة النشاط ده بقى؟ النشاط بيبقى على حسب زي ما ترى حرك النوع بيبقى على حسب بيتم من خلال المسارات المختلفة في المجتمع فكل ما صار على حسب الأنشاطة المناسبة لي يعني مثلاً معاك أنت شخصي أنا معايا كنت في أحد السنوات تقريباً في 2002 كنا في رمضان وكان فيه اعتكاف في المسجد في العشر الواخر فهم في مقر هناك لا في محل الإقامة في محل الإقامة ما عرفتهمش في الجماعة عرفتهم فيما بعد يعني لكن بدأت كنت واحد عادي رحت أصلي يعني أعتكب بعض الأيام فبيبدأوا هم بيبقى مجهزين اللي أنا عرفته فيما بعد أو كنت أنا بدأت عامله فيما بعد بيبقى مجهزين أنشطة لمناسبة زي دي أنشطة مثلاً زي مسابقات لقاءات حلقات تلاوة بما يناسب المكان أو الطبيعة المكان اللي بيتم فيه الأنشطة فبدأنا بلاقي ببص بلاقي ناس بتتعرف عليهم هم ناس كده كده أعرفهم بشكل شخصي منهم ناس أعرفهم يعني معرفة سطحية بدأوا يقربوا لي شوية بعد رمضان بقى بدأ الأمور هم ينتقوا بينتقوا خلال الأنشطة دي اللي هم بيشوفوا مناسب أن يدخل الجماعة فيما بعد فبيبقانهم على بعض الأفراد أو بعض الأشخاص بيبتدوا بعد رمضان عايزين بقى نكمل الأنشطة اللي احنا بدأناها ومش عايزين نبدأ عربنا وعايزين نستسمى لفترة الاعتكاف طيب عايزين نعمل بقى كل أسبوع نقعد إيه مع بعض شوية نصلي مثلاً شوية نقرأ كتاب ديني فالموضوع بيبقى مفهوش أي حرق أو فيه أي مشكلة بالنسبة للفرد يعني فبيدخلوا بيندمج شوية ونطلع رحلة مع بعض شوية ونروح نلعب نمارس رياضة مثلاً في مركز الشباب فيما بعد واحدة واحدة بتلاقي الشخص بيلاقي نفس أو أنا لقيت نفسي بعد يعني جلسة أسبوعية فيها منهج طرباء معين أنا ما كنتش عارفه بس يعني منهج برعاً بعض الأقسام اللي هي الأساسية سيرة الحديث القرآن التفسير مثلاً إلى جانب بعض المنهج طرباء معين كده في كتاب هما الجماعة عاملاه فيه أنا شرحته في الكتاب اللي أنا عملته وشرحت الأهداف اللي هما بيبقى عايزين يرسخوها جوه الفرد داخل أو في كل مرحلة طرباءية معينة بيبقى ليها بعض الأهداف بتسلم مرحلة بعدها بتسلم مرحلة بعدها لحد ما لقيت نفسي اندمجت جوه الجماعة وخلاص بيت فرد منهم وبقيت بيشتغل بنفس الطريقة اللي هما بيشتغلوا بيها بشكل تلقائي يعني انت قادرت عام وأنت بقريباً عام أنا متخيل ان هو ده نشاطة احنا مجموعة أصدقاء أو نص يعني عارقين بعض فبنعمل حاجات بنستثمر يعني الحاجات اللي احنا الأنشاطة اللي عملناها في شهر رمضان وخلاص يعني طب لحظت المصارحة كانت جاي وتم انت مين اللي عملها معينة لما اختروني في مرة ان انا امسك عندهم لجان فنية لجنة خاصة مثلاً بالتربية والأشبال وطلاب السنوي والجامعة فاختروني ان انا اتولى مسئولية الاشراف على لجنة اسمها الأشبال اللي بتشتغل معها الأطفال من سن تقريباً 6 سنوات لحد المرحلة الاعدادية فاختروني في الفترة دي احنا عايزينك تيجي في لقاء كده عايزينك تقعد فيه هنوعد نتناقش عن بعض الأنشاطة اللي احنا ايه هنعملها بخصوص الأشبال وكده وعايزينك تروح معهم الملعب تلعب معهم كورة تعملهم مسابقات تعمل مش عارف ايه فراحت اكتشفت ان بقى كل فيه مجموعة من الأشخاص واحد مسؤول عن لجنة خاصة السنوية واحد مسؤول عن التربية واحد مسؤول ففهمت بعد كده ندول جماعة الإخوان وانا بقيت فرض منهم بس وقتها كنت خلاص اندمجت بجوه الجماعة وارتبطي بيهم لانه ولا ارتبط بيبدأ بشكل يعني شخصي عن طريق إقامة علاقة شخصية قوية مع واحد الأفراد اه دي دعوة الفردية دعوة الفردية انه انا شخص جواه الاخوان بيبتدي ينقي بعض الأفراد اللي هو يتوسم فيهم انهم فيهم المعايير اللي هو الجماعة طلبها ويبتدي يشتغل عليهم يقرب منهم يتودد ليهم يجيب لهم هدايا يخرج معهم يسأل عليهم يعمل معهم أنشطة مختلفة لحد ما يوطط علاقته بيهم ويبتدي بعد كده مرحلة الجلسة أو الأسرة الأسبوعية وهكذا وفي مرحلة تبعدها الأسرة الأسبوعية اه على طول من أول من بعد شهر رمضان بحاجة وسيط لحد سنة وانا بس كنت منتخيل ان هو ده نشاط عادي يعني احنا بس طلعين من رمضان فمش عايزين ايه ننسى العبادة وننسى الحاجات اللي كنا بنعملها الكويسة فايه فبنكمل لحد بعد الفترة دي عرفت بقى ان دي جامعة الإخوان وده نشاط جامعة الإخوان وهكذا هل كان فيه أي باعة؟ كان فيه الكلام ده كان فيه بعد حوالي أربع سنين من المرحلة دي 2007-2006 2006 بالضبط ايه باعة؟ الإخوان فيها أكثر من مرحلة أربوية أول مرحلة بيبقى اسمها مرحلة المحب ده الشخص اللي هو بيبقى يعني ايه زي والت رحالك بيتوسموا فيه انه هو في بعض المعايير أو الشروط اللي تنفع تؤهله انه هيكون عضو في الجماعة بيبتدي يقعد في أسرة أسبوعية أو جلسة أسبوعية بيدرس منهاك تربوي معين اسمه مبادئ الإسلام ده بيبقى عبارة عن بعض الأقسام كده قسم للتفسير قسم الحديث وقسم مثلا الفقه وبعض الأقسام العلوم الشرعية وفيه جزء كده فكري اللي هو اسمه الأهداف يعني هو الهدف منها ومع ستة أهداف كده بيدرسوا بيدرسوا بشكل نظري مع بعض الوسائل العملية بشكل يهيأ الفرد ده انه هو يبقى عضو في الجماعة ولسه مش عضو فيها رسمي بشكل رسمي بيفضل كده لحد ما يتحقق لجنة التربية بتبقى مختصة انه يتقيم الفرد ده وتشوف هل اتحققت فيه الشروط والمعايير اللي تأهله للمرحلة اللي بعدها بيكون فيه تقييم له بعد فترة سنة سنتين على حسب كل شخص كل ده والشخص ما يعرفش اي حاجة خلص هو ماشي ومتقال انه هو بقى عضو في الاخوان دلوقتي وخلاص يعني ممكن بعد شوية بقى عضو في مكتب الاشهاد ولا حال بعد كده بيطلع لمرحلة لو توفرت فيه الشروط بيطلع لمرحلة اسمها مرحلة المؤيد حتى يمل اسمها انه هو بدأ يبقى مؤيد للفكرة ومش مجرد محب للمجموعة الشخصية بدأ يرتبط يخرج من الارتباط الشخصي للارتباط بالجماعة كجماعة برضو بيدرس بعض المنهك تربوش في كتاب من ثلاث اجزاء بيدرس فيه برضو بعض الاقسام الرئاسية وبعض الاهداف اللي هي بتؤهلون يبقى عوضوا بقى يؤدي البيعة بعد كده في مبعض بيعود برضو فيها سنتين او سنة على حسب يعني ظروف كل شخص ولما بلجنة التربية بتقيمه بتعرف انه هو استوعب الاهداف دي اللي هو المطلوب بيستوعبها ويتحقق فيه بعض الصفات الاخلاقية وبعض الصفات السنوكية والفكرية بيبتدي يستدعوه بيعملوا موقف مهم جدا واجراء مهم جدا قبل مرحلة قبل البايع على طول بيوم او يومين لانه هو فيه شروط معينة ومعايير معينة مهما كانت متوفرة في الشخص لازم يكون فيه صفة رئيسية جدا موجودة في الفرض ده ما هي الصفة انه هو يكون يسمع ويطيع يعني مثلا كنا مثلا نيجي يقولوا مثلا احنا عايزين النهارده حاجة اسمها الكتيب عندهم انهم يجوا من المغرب مثلا لحد تاني يوم مجموعة من الأسر اه مجموعة من الأسر مع بعض تقعد من بداية المغرب يبقوا صايمين يعودوا مثلا يبقى فيه بعض الفقرات الايمانية بعض الفقرات المحاضرة مثلا في النص صلاة بالليل يباتوا مع بعض ويجوا مثلا بعد كده خلال اللقاء ده يعني بيبتدي يعمل بعض التصرفات الغريبة يشوف الشخص هيقبلها ولا هينفزها ولا لا يعني مثلا يقول له كل مثلا اكل فاكهة معينة بورطاقه مثلا من غير ما تقشر الاشر بتاعه هو عايز يعمل تصرفات غريبة علشان يشوف هيستجيب ولا هيحس انه لا انا مش مقتنع لقاء رياضي بعد الكتيبة دي ما خلصت فمر واحدة طلعت في دماغ واحد كنا حوالي 45 واحد انزلوا وقسموا نفسوكم في الاتين ولعبوا قدام بعض تصرف مش منطقي وطبقا للشروط اللعبة نفسها او مينفعش بس انا عايز اقيس مدى استجابتهم هل في حد عنده اعتراض مجرد الامر من القياد ايا كان مش مقبول مش منطقي مش صعب على النفس ايا كان لازم اشوفك انت هتستجيب لي من غير يعني ايه من غير اعتراض ولا مرة واحدة مثلا يبقوا الناس قاعدين بيأكلوا ووقفوا أكل باللوقتي شوية يأكلوا شوية يعني صرفات غريبة بقية بس تستمر على مدى زمن من اول مرحلة من اول يوم في المرحلة المحب الحد قبل البيعة بيوم بيفضل الصفة دي بتترسخ هو الانسان واحدة واحدة بس عايز هو يتأكد قبل ما بيعمل حاجة اسمها الاستدعاء بييجي مثلا كده قبل البيعة دي بيوم يروح المسؤول عن الأفراد دول عن الأسر دي يبلغهم بان هم بكرة مثلا مفروض تروحوا في المكان معين الساعة مثلا وقت مسلا ساعة خمسة صبح ويبلغهم بشكل يعني يبعث القلق في انفسهم يحسسهم ان هم مقبلين على حاجة فيها خطر فيها مشكلة فيها من غير ما تقول لحد في البيت من غير ما تسيب كل اللي عندك ما فيش أعذار لازم يحسسك ان فيه يعني خطر انت مقدم عليه ويروح فعلا بالفعل في المكان اللي هو المتفق عليه ده بيشوف الناس اللي حضر فيهم وخلاص وضحب كل حاجة ورغم القلق ورغم الخوف وما قالش لحد من قاله وراح وعنده استعداد ان هو يعني يستجاب لأمر القيادة بتاعته وراح في المكان ده خلاص ده شخص ايه انا اتأكد تماما ان هو شخص بيسمع ويطيع من غير ما يتنائش حتى لو كان شايف ان هو ممكن يضحب اي حاجة في حياته بعد كده بيكتشف ان هو القاع عادي خالص وبيروح مديهم معات تاني بعدها مثلا بيوم او يومين بيروح رحنا لقينا احد قيادات الجماعة في المحاوضة انت قلت مجموعة ولا واحدك لا مجموعة باعة تؤدى جماعة اه مجموعة اللي هما من كذا يعني اصر او من كذا اه ممكن خمس او ست او سبع اصر حوالي مثلا اربعين او خمسين فرد ويبقى لها فيه دور التأهيل دور التأهيل فكري غير المناهج بيجي كل مثلا اسبوع احد قيادات الجماعة يشرح مثلا رسالة التعليم يشرح رسالة من رسال البنة يشرح بعض الافكار المعينة اللي هي بتؤهل الشخص ده للانضمام للجماعة وبعد كان رحنا لقينا احد قيادات الجماعة موجود في المحافظة احنا كل ده مش عارفين فيه ايه برضا وقعد قال خطبة كبيرة عن فضل جماعة الاخوان وفضل الانضمام لها معلش سؤال شكلي اه تكون تحوال 30 40 واحد تقليل تقريبا يعني المكان فين يعني يسع العدد فقري من الكرة يسع هذا العدد وفيش اول مرة لانه اللقاءات اللي كان بتتم قبلها كانت بنفس الشكل اللقاء دي بتبقى مجمعة لنفس المجموعة دي المجموعة دي بتبقى ماشية مع بعضها كل الاسرة الواحدة بس بيبقى اسمها الكتيبة اسمها دورة الكتيبة دي لا الكتيبة دي بتبقى اكبر من الكتيبة شوية الكتيبة دي تبقى خاصة بمنطقة من المناطق تبقى اكبر من العدد ده اكبر من العدد اه بالفعل بقى فيه مثلا حولي ثلاث اربع شهور المجموعة دي بتتقابل كل اسبوع او كل اسبوعين مرة بياخدوا محاضرة معينة فيها بعض الافكار الخبه بيكلم يعني على ما اتذكر الكلام ده بقى له داخل 18 سنة تاريخ بيكلم عن فضل الانضبام للجماعة وانه يعني جماعة بتعمل الاسلام كلام يعني احنا عارفينه بس بيأكد عليه وانه احنا دلوقتي انتو كل الفترة اللي فاتت دي كلها ما كنتوش اعضاء في جماعة الاخوان دلوقتي انتو هتؤدوا البيعة ودلوقتي هتبقوا اعضاء في الجماعة بشكل معايش يعني هو بيقولوك ده بيأتوان ده قراركو خلاص خلاص ما هو الشخص بيلاقي نفسه حاضر في حاجة زي كده حتى لو هو متردد بيسير الجو اللي هو فيه لانه ما يدارش ينسحب هيتقل عليه انه هو يعني خاف او انه ايمان ضعيف او انه يعني هيبقى شكله ومش كويس قدام هتدخولو الجماعة وتقدو بايعة وقسم معين ويقول الصيغة بتاع البيعة هالفتينها يعني من ضمنها ان هو ان انا عمل للإسلام واطيع القيادة في العصر واليسر وفي المنشط والمكره يعني المعاني دي فيها يعني فكرة العمل الإسلام متضحية من من أجله والسماعة والطاعة والقيادة في كل الأحوال ده تقريبا ملخص او الفكرة رئاسية كده أصبحت عضو عامل كده لا عضو سمنتسب لسه منتسب كل ده منتسب ده لسه العامل ندم شوية بعدك هيا بياخد برضو منهك تربوي تاني بيبقى عضو منتظم بعدك هيا بيبقى عضو عامل انت برد بكل مراحل دي لا أنا وصلت لحد المنتظم حد المنتظم خد منك وقت قديم من من منتسب لمنتظم 15 سنة